الـ Plasma Plurible Level الـ Normal Level between 0.2 to 0.8 ميلي جرام بردسي لتر ده الـ Total Plurible اللي هو بيشمع الـ Conjugated والـ Unconjugated إنما احنا كلنا متفقين إنه حتى لو وصل إلى 1 ميلي جرام بردسي لتر فهو طبيعي الـ Unconjugated اللي هو الـ Indirect اللي هو ناتج مباشرة من عملية تكسير الـ RBCs بيمثل majority وبيصل إلى 0.7 ميلي جرام بردسي لتر الـ Conjugated بقى بتبقى النسبة بتاعته قليلة يعني الـ Maximum اللي تكتب فيه الكتب إنه ممكن يصل إلى 0.4 إنما في الغالب 0.2 لو زاد بقى احنا قلنا Total Plurible حوالي 1 ميلي جرام بردسي لتر لو زاد عن 1 ميلي جرام والحد 2 ميلي جرام بقول عليه لتنتجوندس أو بقول عليه هايبر بلوروبنيميا يعني لتنتجوندس هو كلمة جوندس يا جماعة هناخدها هي يولوش ديسكالوريشن أوف زي سكين أند ميوكاس ميبرن اللي هي الصفرة اللي هو اليارقان تلاقي جسم العيان أصفر فلما بتبقى كمية أو الليفل بتاع البلوروبن ما بين 1 ميلي جرام بردسي لتر إلى 2 ميلي جرام بردسي لتر البلوروبن بيبقى عالي بس ما بيبقاش فيه يولوش ديسكالوريشن أوف زي سكين أند ميوكاس ميبرن وبالتالي بقول عليها هايبر بلوروبنيميا نوت اسوشيتد باي يولوش ديسكالوريشن أو بقول عليها لتنتجوندس لو زاد بقى عن 2 ميلي جرام بردسي لتر بيبدأ البلوروبن يحصل لدوبوزيشن ويترسب بقى في السابكوتينيس تيشو والميوكاس ميبرن والسكليرا ويبدأ يدي يولوش ديسكالوريشن تيشوز اللي احنا بنقول عليها جوندس السلايد دي مفاش جديد قلنا هايبر بلوروبنيميا أو زيادة في البلوروبن ليبل في البلازما أو البلود عن 1 ميلي جرام بردسي لتر ما بين 1 و 2 بقول عليها لتنتجوندس أكتر من 2 بقول عليه جوندس لان بيبدأ زي ما قلنا يحصل لدوبوزيشن في المختلفة تيشوز أيضا ميوكاس ميبرن كونجنكتاي ويبدأ اليولوش ديسكالوريشن وده اللي انا بعرفه على انه هو جوندس بس ناخد بأنه يا جماعة جوندس جوندس زي ما احنا اتفقنا مع بعضينا ان البلوروبن بيتكون نتيجة للبريكداون ميلي بتاعة الـ 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 وبعد كده بيحصل له ترانسفورت في البلد عن طريقه ماسك الـ البومن وبعد كده بيحصل له أبتيك بالـ الـ وبعدين بيحصل له كونجوجيشن يعني بيبدأ يمسك مع الجلوكويورونيك أسد وبعدين يحصل له إكسكريشن ويعدي بعد كده في الـ وبالتالي احتمالات أو الـ الـ الاحتمالات أو الأسباب بتاعة الـ ان يبقى فيه اكسيسي بروداكشن أوبلوروبن زي في حالات الـ هيموليتك أنيميا بأنواعها أو فيه دكريز الـ ابتيك أوبلوروبن انتو هيباتيك سيلز أو فيه مشكلة في الـ انزيمز اللي جوه الليفر اللي هي بتحول الـ 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 اللي هو الـ انزيم مهم جدا الثلاث حالات اللي انا قلتهم دولا بيبقى اللي زايد فيه الدم هو الـ انكونجوجيتد بلوروبن وبالتالي الحالة بسميها انكونجوجيتد هايبر بلوروبنميا الاحتمال التالي بقى أن بعد ما حصل يبقى فيه مشكلة في الـ اكتف اكسبورشن لأن احنا قلنا الـ اللي هو الـ بيطلع من الليفر عن طريق الـ اكتف ترانسفورت بروسيس ففيه مشكلة فيه الـ الإكسيكريشن بتاعت البلوروبن او بعد ما يحصل الإكسيكريشن بيبقى فيه ابستراكشن في الإكسترا هباتيك بيلياري سيستم الحالتين الأخرانيين دولا اللي هو مشكلة في الـ اكتف اكسيكريشن او الـ اكتف ترانسفورت من الليفر او فيه مشكلة في البلياري تراكت فيها ابستراكشن الحالتين دولا بيبقى اسوشييتد معهم او اللي عالي هو الـ الـ فالحالتين الأخرانيين دولا هسميهم الـ وكل الحالات اللي انا قلتها دي ممكن تبع ايزوليتد يعني الوحدها او اسوشييتد معاها زيادة في الـ 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 السلايدي برضو بتبين الـ اللي انا بقسمها الى Conjugated Unconjugated and Mixed فلو قلنا الاولان الـ Unconjugated ده ممكن يبقى فيسيولوجيك في بعض الاطفال بيتولدوا وهم عندهم مشكلة في الـ مش مشكلة ديزيز وانما الاطفال اللي بيتولدوا قبل معادهم اللي هما بنقول عليهم بريماتيور بيبز بيبقى فيهم الـ 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 الانزيم ده جوه الليبر قليلة وبالتالي بيزيد او ما بيبقاش في الليه قدرة على انه يحول كل الـ 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 يزيد في الدم وده علاجها سهل جدا احنا بنحطه تحت الـ و كانوا زمان بيدوا فينو بربتال كإنديوسر احفظوا اللفظ هذا يا جماعة فينو بربتال هو انديوسر لـ الـ نتيجة الـ هيموليتك أنيميا أي سبب من الأسباب الـ هيموليتك أنيميا يعني ممكن نقول سيكل سيل أنيميا نقول ثلاثيميا فيها سبب كتير جدا لـ هيموليتك أنيميا كلها بيبقى فيها excessive production لـ الـ وبالتالي الـ الـ بيبقى عالي انا بكرر الكلام عشان نحفظه مع بعضين فيه بقى كونجينتال والكونجينتال دي حالتين هنشرحهم بالتفصيل بيبقى فيهم مشكلة في الـ الحالة الأولانية احفظوا معي الأسماء كريجلر نيجار سندروم الحالة التانية اسمها جيلبرت سندروم الكريجلر نيجار سندروم بيبقى الـ لإما ابسنت لإما الاكتيفيت بتاعته أقل من 10% الجيلبرت سندروم بتبقى الاكتيفيت بتاعت الـ جولوكورونايل ترانسفيريز حوالي 10 إلى 30% كل الحالات دي بيبقى زيادة فيها هو الـ 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 عشان كده بسميها الـ الـ النوع التاني بقى اللي هو الـ 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 في بست هباتيك ابستركشن أنا قلت لا أمّة في مشكلة في بjek يحدث الداخل التانسفيريز وكلمة أكتيف ترانسفورت محنانا بنحال محتاج اينجي تلازم الـ محنة تلازم الـ الكونجوجيتد بلوروبين أكروز زي سيل ميمبرين أوف زي ليبر في الحالة دي يا شباب هيبقى بسميها كونجوجيتد هايبر بلوروبينيميا زي الدوبين جونسون والروتر سندروم نحفظه الدوبين جونسون وروتر سندروم أو أن تبقى المشكلة أبستركشن بقى في البالياريتراكت يعني بعد ما حصل إكسيكريشن للبالياريتراكت فيها أبستركشن نتيجة لستون أو ممكن تبقى مض أو ميوكس أو cancer head of the بنكرياس أو وتفر السبب ممكن تبقى restriction نتيجة لواحد عمل عملية ولا حاجة فجرحة البالياريتراكت فحصل restriction فيها كل ده هيؤدي إلى زيادة في الكونجوجيتد بلوروبين النوع الثالث بقى هو الميكسيد هو الأنكونجوجيتد أندكونجوجيتد هايبر بلوروبينيميا وده في الغالب بيبقى فيه ديزيز فيه الليفر فالليفر سيل بتبقى ملهاش قدرة كاملة على أن هي تعمل الكونجوجيتد يعني تحول الأنكونجوجيتد بلوروبين إلى كونجوجيتد وفي نفس الوقت حتى لو حولت الأنكونجوجيتد إلى كونجوجيتد ما بتقدرش تعمله إكسيكريشن كله في البيلياري تراكت فالنبي بقى اسمه ميكسيد أو هباتيك ده برضو هنا عندي مفيش جديد اللي هو الأناتوميكال طايبس أوف جوندس على حسب الباستولوجي موجود فيه هل هو بريهباتيك أو هيموليتك أو هباتيك جوندس يعني جوه اللي هو بوست هباتيك اللي هو أحياناً بقول عليه وبستركتب وفي الغالب معظم الحاجات بتبقى سيرجيكال والسيرجيكال هنا لا تشمع الكونجيليتل يعني الدوبين جونسون صندروم والروتر صندروم دي فيه مشكلة في الترانسبورت بروتين اللي هو بينقى الكونجوجيتد من اللي هو البيلياري تراكت وبالتالي دولا مش هعالجهم عن طريق السيرجير وإنما نقصد بالسيرجير هنا لو فيه حد اللي أقدر الله عنده بيلياري ستون أو ستريكشور أو كانسر هيدو فانكرياس أو يعني الأسباب اللي ممكن نعمل عملية عشان أشيل السبب بتاعه لو تكلمنا شوية عن الهيموليتيك جوندس فأنا قلت الهيموليتيك جوندس بيحصل نتيجة لماسف لايسز أوف أربسيز كل أسباب الهيموليتيك أنيميا ممكن تعمل الهيموليتيك جوندس خد بالك هنا بيزيد الأنكونجوجيتد بيلوروبين وبتبقى كمية البروداكشن بتاعه في الحالة دي أكبر بكتير من الكاباسيتي أوف زي إنزايمز أوف ليفر اللي هو اللي هو اللي هو بيحول الأنكونجوجيتد إلى كونجوجيتد وبالتالي الأنكونجوجيتد بيزيد في الدم ولما بيزيد في الدم برضو الريد بتاع الأنزيم بتزيد فبرضو في كمية كبيرة بتحول أنكونجوجيتد إلى كونجوجيتد وبعدين ينزل في صورة يوروبيلينوجين بعد كده يبقى اليوروبيلينوجين بيزيد والستيركوبيلينوجين بيزيد صح كده؟ إنما ناخد بالنا مفيش بيزيد في اليوروبيلين بقى ليه؟ لأن اللي زايد هنا هو الأنكونجوجيتد بيزيد في البيلوروبيل وأنا قلت إنه هو بيمشي في البلازمة وهو ماسك مع الألبومين عشان كده الملوك درويت بتاعه كبير فتلاقي إن اليوروبيلين مش دارك كالر الكالر بتاعه عادي مش يلوش براون كالر أو دارك كالر خلاص كده يبقى تاني الأنكونجوجيتد بيزيد في الدم أحفظ معايا ده طبيعي الحاجة التانية لما بيزيد الأنكونجوجيتد فيه كمية كبيرة جدا منه بتتحول إلى كونجوجيتد وبتنزل في صورة بعد كده بتبقى يوروبيلينجين وبالتالي اليوروبيلينجين بيزيد والأبزوربشان بتاعه بيزيد فاليوروبيلينجين فيه اليورم بيزيد وفي نفس الوقت الستيركوبيلينجين بيزيد فبتلاقي الكلور بتاع الستول بيبقى دارك كالرد ستول لو اتكلمنا عن الأبستركتف جوندس فالأبستركتف جوندس زي ما قلنا أو البوست هيباتيك جوندس بتبقى فيه مشكلة فيه الاكسيكريشن بتاعة البايل أو انها مش قادرة تعدي وتصل إلى الانتستن ومدام مش قادرة تعدي وتصل إلى الانتستن بيحصل لها وترجع للبلاد يعني ترجع إلى البلاد فلما ترجع في البلاد اللي هيزيد في الدم هو الكنجيوجيت بيلوروبين ولما يزيد الكنجيوجيت احنا عارفين ان الكنجيوجيت ووتر صليبول ومش بيمسك مع القلب وفيقدر ينزل فيه يقدر ينزل فيه اليورين فالبلوروبين هنا بينزل فيه اليورين ومدام نزل في اليورين هتلاقي الكالر بتاعت اليورين يلوش براون يلوش براون انما في نفس الوقت تأخذوا بالكم عشان هو مقدرش يصل الى الانتستين فاليوروبين الليفل بتاعه هيقل وبالتالي الليفل بتاع اليوروبين في اليورين هيقل والستيركو بايلين اللي هو نازل مع اللي بيخلي الكالر بتاع اللي ستول براون كالر هيقل جدا ما هو يبني بعد ما حصل له مقدرش ينزل في الانتستن ومدام ما قدرش ينزل في الانتستن في صورة السيركوبايلينوجين هتلاقي الكلور بتاعة الستول بنقول عليه بالكلور او بنقول عليه كلي كلي يعني زي الطامي كلي كلي كالر ستول الهيباتوسيلورجوندس بتبقى فيه مشكلة في الليفر نتيجة الهيباتايتس او السبب هو ايه لما بتبقى فيه مشكلة في الليفر بتبقى المشكلة دي تشمل شقين الشق الاول ان الليفر مش قادر ياخد الانكونجوجيتد بلوروبين يحوله الى كونجوجيتد وبالتالي الانكونجوجيتد بلوروبين هيزيد في الدم الحاجة التانية حتى شوية من الانكونجوجيتد بلوروبين اللي بيقدر يحولهم الى كونجوجيتد هو مش قادر يعمل لهم اكسي كريشان فين في الانتستن فبيرجعوا تاني على البلد فتلاقي اللي زايد في الدم هو الانكونجوجيتد والكونجوجيتد ناخد بالنا الكونجوجيتد بلوروبين لانه هو مطر صليا والبيئة قدر ينزل فيه اليورين فتلاقي اليورين الكالر بتاعه يلوش براون كالر لان البلوروبين موجود يلوش براون كالر دارك كالر وعشان الكونجوجيتد مش قادر ينزل في الانتسين فاليورو بايلينوجين هيقل ومدام قل اليورو بايلينوجين ده معناه ان اليورو بايلينوجين في اليورين هيقل ومعناه ان الستيركو بايلينوجين اللي نازل في الستول هيقل ومدام قل الستيركو بايلينوجين يبقى الستيركو بايلين هيقل فتلاقي الستول الكالر بتاعه بالكالر او بنقول عليك لي كالر ده جدول بيلخص الحاجات اللي انا قلتها ناخد بالنا منها يعني لو انا بصيت في البلد لقيت ان اللي عالي هو الانكونجوجيتد يبقى ده في الغالب في الغالب انكونجوجيتد في الغالب لاما هيموليتك لاما هيباتوسيلولار ابص على الكونجوجيتد بقى لو لقيت الكونجوجيتد نورمل يبقى ده هيموليتك لقيت الكونجوجيتد كمان عالي يبقى ده هيباتوسيلولار طب لو لقيت الكونجيوجيتد بس هو اللي عالي يبدأ اوبستركتف لما جل اليورين بقى مهم جدا اليورو بايلينوجين بيزيد وينزل في اليورين في حالة الهيموليتك جوندس إنما الوبستركتف جوندس والهيباتوسولينار جوندس اليورو بايلينوجين اللي إما بيبقى ديكريز دي إما أبسنت إمتى هينزل البلوروبين في اليورين لو كان ووتر صوليبل ومين الووتر صوليبل يا دكتور خالد اللي هو الكونجيوجيتد بلوروبين اللي هو بيزيد في حالة الابستركتف جوندس والهيباتوسولينار جوندس النقطة الثانية المهمة اللي هو الناحية اليمين من الجدول عندي هنا في الانزيمز بقى اللي هو بتاعة الليور فانكشن اللي هو الالت والاستي ومعاه الجاما جلوتوميل ترانسفريز والالكالين فوسفاتيز لو لقيت الالت والاستي عاليين خالص شوتينج يبقى ده في مشكلة في الليور نفسه يبقى في الغالب نوع جوندس هباتوسولينار جوندس طب في الابستركتف يا دكتور خالد بيزيده بس يبقى ميلد انكريز وممكن ألاقيهم نورمل انما بقى لو لقيت الالكالين فوسفاتيز والجاما جلوتوميل ترانسفريز هم اللي عليين خالص يبقى ده ابستركتف جوندس لان في حالة الهباتوسولينار جوندس بيبقى الليفل اف انكريز حاجة فيري ميلد او تقريبا ممكن لقيهم نورمل اشتركوا في القناة